مشاهدين أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر أن الولايات المتحدة أكملت انسحابها العسكري في شمال شرق سوريا وأصبحت في وضع أكثر استقرارا لنحو 600 جندي في بقية البلاد بعد تغيير موقعها وتخفيض عدد قواتها وقد تشير تصريحات أسبر إلى نهاية فترة من الاضطراب وعدم اليقين المحيطة بالوجود العسكري الأمريكي في سوريا وذلك بعد أمر الانسحاب المبدأي للرئيس دونالد ترامب في أكتوبر ومذلك الحين انخفضت مستويات القوات في سوريا بحوالي 40% من حوالي 1000% وأكد أسبر أنه يحتفظ بالقدرة على التحرك والخروج بأعداد أصغر من القوات حسب الحاجة إلى سوريا لكنه أشار إلى أن عدد القوات سينخفض إلى 600% في المستقبل القادم المزيد من المتابعة ومشاهدين ضموا إلينا عبر الهاتف أستاذ مهدي عفيفي عوض والحزب الديموقراطي الأمريكي أرهب بك أستاذ مهدي معنا أهلا بك أستاذ مهدي في البداية كيف تبعت هذا القرار من الولايات المساحة بالانسحاب بشكل كل من شمال شق سوريا في الحقيقة يأتي هذا القرار بعد القرارات المتحدثة التي أدن بها الرئيس الأمريكي في قطرة إرضاء الأمريكي وفترة أخرى في إرضاء للناخب الأمريكي ولم تكن قد تمت بالشكل التام قد كانت كما علمنا مفاجأة حتى للكيش الأمريكي نفسه قد أدت إلى بعض الاستقالات كما نعرف في الوقت الحالي استقر الرأي مع الفيادات العسكرية الأمريكية على أن يكون هناك دوايب جد في المناطق التي المناطق النفطية وقد أشار الرئيس الأمريكي بالأمس إلى ذلك أن الولايات المساحة الأمريكية تعني بالحفاظ على المناطق التي بها نفط حتى لا يتوصل إليها داعش وقرار ضاق له وزير الدفاع يؤكد ضاق له الرئيس الأمريكي في استمرارية سياسة الولايات المساحة الأمريكية بالانسحاب من الشمال السوري إلا في مناطق معينة ويبدو بالذكر هنا أيضا أن هذا الانسحاب كان معه دعم للقوات الأمريكية الموجودة في العراق حتى تكون على أهبة الاستعداد في حالة اندلاع أي نوع من أنواع الخلافات في المنطقة لكن أستاذ مادي في البداية كما نعلم انسحبت الولايات المتحدة من هذه المنطقة بالتحديد بشكل جزئي والآن بشكل كامل برأيك هل هو تخلي عن حماية الأكراد ورسا هل سيكون في الفترة القادمة يعني داع عن دول الأكراد في الحقيقة يعني نقول بعض التقريرات أن الولايات المتحدة الأمريكية على مدار السنوات الماضية كانت تدعم الأكراد حتى يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ما قامت بي الإدارة الأمريكية كان بطبع شيء مرفوض وقد رأينا ردود الفعل داخل الكونغرس الأمريكي من رفض التخلي عن الحلفاء فلذلك أعتقد أن هذه الخطوة سيكون لها دعم من وراء الكواليس لأن لو تخلط الولايات المتحدة الأمريكية عن الحلفاء في هذه المنطقة وبهذا الشكل يعتقد الكثيرين أن لن يكون هناك ثقة في القيادة الأمريكية ولا الإدارة الأمريكية في أي مكان في العالم فلذلك هناك محاولات سواء من الخارجية الأمريكية أو من وزارة الدفاع من العمل مع الأكراد بدعمهم بشكل أو بآخر وأيضا من العمل من خلال دول أوروبا كما رأينا في ما قاله رئيس الفرنسي بالأمس وما تحاول بعض الدول من دعم غير مباشر لأن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت بشكل حتى بدون التوافق مع الحلفاء هل تعتقد أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب منذ البداية هو قرار صائب وبعد هذا الانسحاب بشكل كامل ما تدعيت هذا الموقف؟ أنا أعتقد أن القرار غير صائب لأسباب سياسية وأسباب مهمة جدا هي الثقة في الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية تتواجد قوتها في البلدان كثيرة جدا ويعتمد عليها من كثير من الحلفاء فهذا الانسحاب كان خاطئ والإدارة الأمريكية قالت بشكل أو مباشر أو غير مباشر أن هناك حالة من عدم الرضا سواء في المؤسسات العسكرية داخل الولايات أو في الخونجرس نفسه فلذلك أعتقد أن هذا الانسحاب كان خاطئا تبعياته وما قد يؤدي إليه أعتقد حسب ما سيأتي في الأيام القادمة وفي العام القادم من تغيرات في المنطقة وما نراه ما يحدث في العراق وما يمكن أن يحدث في السمال السوري هو الذي سيؤدي إلى نتائج لا أعتقد أنها ستكون معثرة بشكل كبير على الأكراد لأن هناك حالة من التعاطف من الدول الأوروبية مع الأكراد وأيضا هناك حالة تفاهم من روسيا والتي هي اللاعب الأساسي في سوريا في محاولة ربط الإيقاع في هذه المنطقة إذن أستاذ ماذي أخيرا كنت تتحدث عن إدارة ترامب هل تتوقع أن تغيير في سياسة ترامب إذا سعدت تركيا أو إذا شنت مزيد من العدوان التركي على شمال سوريا وكان هناك مزيد من التحركات التركية أعتقد أن كانت الإشارة واضحة لتركيا وتهديد واضح وحتى وصل إلى تهديد بهدد الاقتصاد التركي هناك خطوط حمراء موضوعة إلى تركيا مع التوافقات التي تمت بين الإدارة الأمريكية ممثلة في الرئيس سرامب وتركيا لازالت هناك خطوط حمراء لا أعتقد أن تركيا تستطيع أن تتخطاها وقد رأينا هذا حتى بالأمس عندما حاولت تركيا تصنيف الأكراد من خلال أدول الأوروبية بأنهم جماعة إرهابية تم رفض هذا الموضوع على الإطلاق فالمسألة ليست بهذه السهولة ولا أعتقد أن أردغان يستطيع التحرك كما يشاء هناك ملاحظة قوية من الولايات المتحدة الأمريكية لتحركات أردغان وهناك إشارة واضحة أنه في حالة تخطي أسفطوط الحمراء يمكن أن تكون هناك عواقب وخيمة على تركيا نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مهدي عفيفي عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك